شخص بيسيء لوالديه في التعامل حال حياتهما وبعد الموت يبدأ يرجع لربنا ويكتشف خطأه والجريمة اللي عملها فيبدأ يسأل نفسه هو أنا لي توبة ولا مليش توبة؟ وإزاي أكفر عن الذنب ده؟ وهل أبر والدي بعد موتهما؟ ولا ما فيش بر بعد الوفاة؟ تابعوا أنا بشكركم جميعا للتفاعل وبشكر كل إنسان دعم المحتوى عشان يوصل للآخرين وبدعوكم كلكم دلوقتي للانتساب للقناة عن طريق ضغط الزر اللي موجود بجوار اسم القناة عشان نشارك مع بعض في تطوير المحتوى وإنه يستمر ويوصل لأكبر قدر ممكن من الناس شرفتو السلام عليكم ورحمة الله السؤال اللي سمعتوه في المقدمة ده عشان أجاوب عليه حاجاوب عليه في ثلاث نقطة النقطة الأولى إيه حكم عقوق الوالدين؟ إن الإنسان يعق والديه يتعامل معهم معاملة سيئة يكشر في وجوههم يتعامل معهم بارتفاع صوت عليهما يسيء لهما أنا عايزك بس تسمع حديث سبن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأصحابه يوما ألا أنبئكم بأكبر الكبائر أعظم الجرائم عند الله سبحانه وتعالى قلنا بلى يا رسول الله إيه أعظم المصايب اللي ممكن أروح بقى ربنا في الآخرة؟ قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين أنتم متخيلين عقوق الوالدين رايح فأنه نقطة بالضبط بعد الإشراك بالله مباشرة بل إن سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس متخيلين النقطة بتاعة الإشراك بالله رقم واحد ثم عقوق الوالدين ثم بعد كده قتل النفس واضح قدامكم ديرة عقوق الوالدين بين إيه وإيه بين إشراك بالله وقتل للنفس التي حرمها الله أظن ده كويس جدا وياك فيك أن يوضح لك جريمة عقوق الوالدين فأنه نقطة عند ربنا سبحانه وتعالى أما الأمر الثاني هل لو أنا عققت والدي عياذا بالله هل لي من توبة هل ربنا يتقبل تبت لو تبت خاصة لو هم ماتوا وانتقلوا إلى الدار الآخرة يطرى بقى لي توبة ولا مليش عايزك كده يبقى في اعتقادك ويقينك أيها النادم أيها العائد إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وجد تعلم أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة عباده عن أي جرم أو ذنب فعلوه مدام قبل الموت ومدام قبل طلوع الشمس من مغربها ومدام قبل خروج الروح من الجسد لأن ربنا يغفر كل الذنوب إلا ذنب واحد فقط وهو ذنب الإشراك بالله لمن مات على الشرك قبل التوبة منه قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال جل وعلا قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال أيضا جل وعلا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون فإذن أي ذنب في الدنيا إنت عملت واستغفرت ربنا وندمت على هذا الذنب سيقبله الله سبحانه وتعالى حتى لو كان عقوق والدين حتى لو كان عقوق والدين بشرط إنك تندم إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وألبك كده يتخلع من مكانه ندما وغضبا على الأيام التي فاتت وأنت فيها عاقل والديك والندم هنا كافي أيوة الندم هنا كافي قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة بس يبقى ندم كده طالع من الألب وصدقه العمل طيب أنا أعمل إيه بقى عشان أثبت إن أنا ندمان وأدم أي حاجة الوالدي بعد وفاتهما دي بقى النقطة رقم ثلاثة واتكلمنا عليها الفيديو أبل كده كيف تبر والديك بعد وفاتهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية يلا بقى شد حيلك كده أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدع له ادعى كده الوالديك وأكثر من الأعمال الصالحة والصدقات لوالديك وكمان أكثر من كده تعرف إن منزلة والديك في الجنة ترتفع أكثر وأكثر من كثرة استغفارك لوالديك أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول يا رب أن لي هذه يعني أنا اترفعت ليه إيه الحاجات اللي أنا عملتها عشان اترفع فيقول الله عز وجل له باستغفار ولدك لك فعلام التبتك إنك تكثر الأعمال الصالحة لوالديك بعد وفاتهما أكثر من الصدقات أكثر من الدعاء لهما أكثر من الاستغفار لهما أكثر من صلة الرحمة التي لا توصل إلا بهما احرص على إنفاذ عهدهما ووصيتهما واستمرار الخير الذي فعله الأب والأم حال حياتهما أيضا أكرم صديق والديك سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم ولا تقطع صلة الرحم التي وصلها والدك حال حياتهما لو عملت الحاجات دي ده دليل على إنك فعلا ندمان وإنك تائب إلى الله سبحانه وتعالى بصط وأبشر سيقبل الله توبتك بإذنه جل وعلا إن دمت بحق وبصط نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي كل شباب المسلمين وأن يرزقنا بالر والدين حال حياتهما وحال وفاتهما اللهم آمين والسلام أنا بشكركم جميعا للتفاعل وبشكر كل إنسان دعم المحتوى عشان يوصل للآخرين وبدعوكم كلكم دلوقتي للانتساب للقناة عن طريق ضغط الزر اللي موجود بجوار اسم القناة عشان نشارك مع بعض في تطوير المحتوى وأنه يستمر ويوصل لأكبر قدر ممكن من الناس شرفتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر